القسم الثالث من أقسام الذرائع ما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم وهو الوسائل المباحة إذا كانت تفضي إلى محرم غالبا فهذا اختلف فيه أهل العلم على قولين القول الأول اعتبار سد الذرائع والقول بحسمها وهذا هو مذهب المالكية وبه قال الحنابلة إذن هذا القول الأول وهو الذرائع المباحة الوسائل المباحة التي قد تفضي إلى محرم الوسائل المباحة إذا أفضت إلى محرم هل تمنع أو لا تمنع مذهب المالكية والحنابلة أنها تمنع لأنها وسيلة وإن كانت مباحة في ذاتها لكنها توصل إلى محرم هذا مذهب المالكية ومذهب الحنابلة وأوسع المذاهب في إعمال قاعدة سد الذرائع مذهب المالكية يليه مذهب الحنابلة أما القول الثاني القول الثاني عدم اعتبار سد الذرائع وإبطال العمل به وهذا مذهب الحنفية والشافعية وبه قال ابن حزم من الظاهرية أي أنه لا يقال بتحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات وهذا مذهب الحنفية والشافعية وهو قول ابن حزم من الظاهرية الآن يعني يشير اختصارا لأن هذا الموضوع موضوع كبير وفيه مسائل وتفصيلات وتفريعات تخرج بنا عن مقصودنا في تقرير هذا الأصل ولذلك يقتصر على الإشارة إلى مهمات ما يتعلق بالاستدلال على هذا الأصل فيقول وقد احتج وقد احتج كل فريق بأدلة لإثبات ما ذهب إليه حتى إن ابن القيم ذكر في إعلام الموقعين 99 وجها في الاستدلال لصحة اعتبار هذه القاعدة والعمل بها ثم قال بعد ذلك وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف فإنه أمر ونهي والأمر نوعان أحدهما مقصود لنفسه والثاني ما يكون وسيلة إلى المقصود والنهي نوعان أحدهما ما يكون المنهي عنه مفسددا في نفسه والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسد فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين ومهما يكون الأمر فإنه بالنظر إلى واقع الفقهاء ممن نسب إليهم القول بعدم اعتبار سد الذرائع يتبين أنهم قد اعتبروا هذه القاعدة في بعض اجتهاداتهم لكنهم أعملوها باعتبارها مندرجة تحت أصل آخر والذي تميز به المالكية بالدرجة الأولى والحنابلة بالدرجة الثانية أنهم اعتبروا العمل بسد الذرائع أصلا مستقلا من أصول الأحكام وأنهم أعملوها أكثر من غيرهم هذا إشارة إلى أن من قال بعدم اعتبار سد الذرائع لا يعني أن لا يوافق في النتائج في مسأل الأحكام التي استعمل فيها بعض العلماء قاعدة سد الذرائع في التوصل للحكم فقد يتفق الفريقان على النتيجة وإن اختلف في طريق الوصول إليها يتفق الفريقان على نتيجة مع اختلافهم في طريق الوصول إليها مثال ذلك الاستدلال على القبلة قد يستدل أحد على القبلة بالنظر إلى محارب المساجد فهذا طريق من طرق الاستدلال على القبلة وآخر يستدل على القبلة باستعمال الإحداثيات والأجهزة المعاصرة التي تحدد الجهات هذا طريق آخر قد يرى أحد أن الطريقة التي تستعمل فيه الأجهزة غير صحيح لاحتمال الخطأ وأما المحارب فإنها مما جرى به عمل أهل الإسلام فهي أكثر دقة ويقين بصحة الجهات لكن في النهاية اتفقا على أن جهة القبلة هي هذه الجهة شرق أو شمال أو جنوب أو غرب فاختلافهم في طريق الوصول إلى النتيجة لا يستلزم أن يختلفها في النتيجة ولهذا من قال بعدم سد الذرائع لا يستلزم أن لا يوافق من قال بسد الذرائع في ما يتعلق بنتائج الأحكام لكن ينبغي أن يعلم أن العمل بسد الذريعة ليس مطلقت بل ثمة ضوابط وقواعد لا بد من النظر فيها وكثير من من ينتقد العمل بقاعدة سد الذريعة ينشأ انتقاده من أن الذي يستعمل قاعدة سد الذريعة لا يراعي الضوابط مراعة كاملة فيخطف التفعيل ويخطف التطبيق والتنزيل وأما أصل قاعدة فإنها قاعدة صحيحة دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة على الراجح من قوله العلماء فينبغي مراعاة الضوابط التي تضمن الخطأ في تفعيل القاعدة والعمل بها